السلام عليكم طلاب السفر السابع إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بحالة تمرين درس العلاقات التناسبية من كتاب الطالب سفحة 21 واحد وثنين كان معنا واجب للتأكد إن واحد تطلع على التناسب وثنين لا يترجب على التناسب الآن رقم 3 سوف أكون بإيجاد معدل الوحدة لكل من النسب فرح أحكي 2 تقسيم نص 2 على 1 تقسيم 1 على 2 الكس الأول ينزل هنا هو القسم يتحول إلى ضرب نص تقلم إلى 2 على 1 فتنين ضرب 2 أربعة 8 تقسيم 2 أربعة و12 تقسيم 3 أربعة إلا أن نلاحظ هنا كون معدلات الوحدة متساوية إلا أن توجد علاقة تناسب أربعة 2.5 طول 2 متر إلا كان طول 3 متر ثلاثة ونص واربعة متر ثمن أربعة ونص الآن نقوم بعملية إيجاد معدل الوحدة 2 على 1 تقسيم 2 صحيح 5 من 10 يعني 5 على 10 نحولها إلى الكسر غير فعلي 2 على 1 تنزل القسمة تنزل 2 في 10 20 زائد 5 25 على 20 2 على 1 قسمة بتصير ضرب وبقي بهذا الكسر نصده 10 على 25 2 في 10 20 واحد في 25 25 3 تقسيم 3 ونص بنفس الطريقة 3 قسمة تحول إلى ضرب 3 في 10 30 زائد 5 35 10 نقسم على العامل المشترك في جواب 6 على 7 كون المعدلات الوحدة غير متساوية إذا لا توجد علاقة تناسب وحدد أي التمثيلات البيانية الآتية تمثل علاقة تناسب وأبرر إجابة نلاحظ هنا أن الرسم هي خط مستقيم لكنها لا تمر بمقطة الأصل إذا لا تمثل تناسب هاي أيضا نلاحظ أن خط مستقيم لكنها لا تمر بمقطة الأصل لاحظ لا تمر بمقطة الأصل إذا لا تمثل علاقة تناسب هنا نلاحظ أنه مستقيم وأيضا يمر بمقطف الأصل إذن نعم صحيح يشكل تناسبا وهنا بغض النظر عن أن هذا المنحن يمر بمقطف الأصل لكنه لا يشكل خط مستقيم لذا هنا لا توجد علاقة تناسب سؤال رقم 9 تطبع سعار 45 كلمة في الدقيقة الواحدة هل توجد علاقة تناسب بين عدد الكلمات التي تطبعها سعاد والزمن؟ أول شيء سأنشئ جدول بين الزمن وعدد الكلمات حيث أنه إذا كان الدقيقة الواحد تطبع 45 دقيقتين بطاعت 20 يعني بطرب 45-2 ثلاثة دقائق ضرب 45-35 أربعة دقائق في 45-185 وخمسة في 45-25 كلمة تطبع في خمسة دقائق الآن لإيجاد هل توجد هناك علاقة تناسب أم لا نقول بإيجاد معدد لوحد كيف؟ بقسم عدد الكلمات عزب الآن 45 تقسيم 1-45 الآن 90 تقسيم 2-45 135 تقسيم 3-45 180 تقسيم 4 180 تقسيم 4-45 2225 تقسيم 5-45 إذا نراحل أن معدلات الوحدة متساوية إذا نتوجد علاقة تناسب سؤال رقم 10 يمكن لعامر حل ست مسائل من مادة الرياضيات في ربع ساعة أكمل الجدول الآتة الذي يمثل العلاقة بين عدد المسائل التي يمكن لعامر حلها في كل مدة زمنية ثم أبينها إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناسب أم لا نلاحظ أنه في ربع ساعة بحل ست مسائل طب بنصف ساعة رح يحل 12 ثلاثة أرباع الساعة 18 أنا كل ما أزيد ربع ساعة رح أزيد 6 مسائل وفي الساعة الواحدة سوف يحل 24 مسائل الآن لإيجاد هل في عندي علاقة بين الزمن وعدد المسائل نقوم بإيجاد معدل الوحدة اللي رح أقسم 6 على ربع 12 عن وف وهكذا 6 تقسيم ربع 6 مقامة واحدة تنزيل زمنية القسمة تحول إلى ضرب 1 على 4 رح تصير 4 على 1 الآن 6 ضرب 4 على 24 الآن 12 تقسيم نفس بنفس الطريقة 12 ضرب 2 وتساوي 24 18 تقسيم 3 على 4 18 على 1 القسمة بتساوي الضرب وبقلب هذه الكسر نسبح 4 على 3 فهي عندي اقتصار بين 18 على 3 و 6 و 3 على 3 و 1 6 ضرب 4 على 24 وآخر شي عندي 24 تقسيم 1 24 إذن نلاحظ أن مهدلات الوحدة بين الزمن وعدد المسائل متساوية إذن توجد هناك علاقة تنزيل يبين الجدولان الآتيان المسافات التي قطعتها سيارتان أي السيارتين تمثل العلاقة بين المسافة التي قطعتها والزمن علاقة تنزيل طبعا سيارة الأولى موجد معدل من 142 270 210 على 3 70 طبعا كيف نحن بإمكانة نقسم نحكي 14 على 2 7 والصفر هذا بينزيل 21 على 3 7 والصفر بينزيل وهكذا الآن 350 على 75 و 420 على 76 نلاحظ تساوي معدلات الوحدة إذن توجد هناك علاقة تنزيل أما بالنسبة إلى السيارة الثانية فبحكي 60 على 61 135 على 3 45 إذن لا توجد علاقة تناثر بالنسبة للسيارة الثانية لتحويل درجات الحرارة من مئوي إلى فهران هايتي أضرب الدرجة المئوية 9 على 5 ثم أجمع 32 درجة سيارت إلى الماكس أكمل الجدور المجاور طبعا أول شيء بعوض الصفر 0 ضرب 9 على 5 0 زائد 32 32 طيب الآن إذا كانت الدرجة المئوية 10 سأحكي 9 على 5 ضرب 10 الآن 10 عدل 5 2 9 ضرب 2 18 زائد 32 5 الآن 9 على 5 ضرب 20 36 زائد 32 68 32 32 مضاف إلى 9 في 5 ضرب 30 فالجواب رح يكون عنده 86 بهذه الطرق الآن هل توجد علاقة تناثر بين درجات الحرارة المئوية والدرجات الفهران هايتيينة؟ نقوم بقسمة 0 على 32 30 صفر 10 على 50 1 على 5 نلاحظ عدم تساوي معدلات الوحدة من أول معدلين الوحدة إذا ما في داعي أكمل إذا لا توجد علاقة تناثر بالنسبة للمهارات التفكير العليا أكتشف الخطأ يقول خليل إن الجدول المجاور يمثل علاقة التناثر لأن كل من السعر وعدد الحبات يزداد من مقدار ثابت نلاحظ هو خليلي بيحكي إنه هون أنا عم بزيد واحد 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 وهون أنا عم بزيد اثنين 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 إذا نيك أنا عندي علاقة التناثر لا علاقة التناثر بقوم بإيجاد معدل 4 على 1 4 6 على 2 3 إذا خلص ما في داعي أكمل نلاحظ اختلاف معدلات الوحدة إذن لا توجد علاقة التناثر السبب إذن لا توجد علاقة التناثر ما هو السبب يا سابر؟ لأن معدلات الوحدة غير متسابقة إذا علمت أن هناك علاقة التناثر بين الكبيرتين وأغطيت زوجا مرتبا من هذه العلاقة غير 0.6 مثلا أنت بإمكانك طاعت من 1 و4 في 2 و8 بينهم علاقة التناثر لأنه معدل الوحدة أربع فكيف أجد زوجا مرتبا آخر؟ طبعا أجد زوجا آخر له نفس معدل الوحدة يا سابر لأن النسبة التي يكون لها نفس معدل الوحدة تشكل علاقة التناثر يعني بإيجادك أنت أيضا تعطيني 3 على 12 لأنه 12 على 3 كمان أربع لازم يكون لها نفس معدل الوحدة إيك بيكون إمتهى درسنا لهذا اليوم يا سابر شكرا شكرا شكرا